تسارعت القمم العربية الفرنسية وتكثفت في الأيام الماضية فقد استقبلت العاصمة فاريس على التوالي ثلاثة زعماء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملفات أدى حضرت في هذه المحادثات من الأمن وملف الطاقة وأزمة الغذاء والعلاقات والتعاون بين فرنسا والدول العربية ما هو دور فرنسا في المنطقة وأي نعكاس للعلاقات الفرنسية العربية على أزمات العالم معنا الآن من باريس الكاتب والباحث السياسي مصطفى طوصة مساء الخير أستاذ مصطفى مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار كما أشرف المقدمة نتحدث عن هذه القمم التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس رئيس دولة الإمارات الرئيس المصري والآن ولي العهد السعودي واضح أن هذه الدول تنظر إلى فرنسا بشكل من الأشكال على أنها قد تلعب دور أو أدوارا معينة للمساهمة في حل حالة الأزمات التي إشارنا إليها ما الذي أولا تتوقع هذه الدول من فرنسا وماذا تستطيع فرنسا أن تقدم في هذا المجال نعم مساء الخير مهند وأضيف إلى لائحة الضيوف التي سارتها ياير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية ومحمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كل هؤلاء الزعماء جاءوا إلى باريس واستقبلهم الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون وهذه اللقاءات يجب قراءتها على ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وواضح تماما بأن فرنسا ومن ورائها دول الاتحاد الأوروبي تبحث بطريقة جدية عن بدائل للغاز والنفط الروسي وهنا ترى بأن حلفائها وأصدقائها في المنطقة سواء كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية يمكن أن يلعب هذا الدور لتجنب الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الأوروبي من أزمات وركود مستقبلي لأن كل توقعات حاليا هي توقعات متشائمة أن الدخول السياسي الجديد سيكون مليء بالاضطرابات الاجتماعية لأن المواطن الفرنسي والمواطن الأوروبي لن يستحمل ارتفاع الأسعار في المواد الأولية بهذه الطريقة الملتهبة وأنه قد يترجم هذا الرفض وهذا الاحتجاج كخروج تدهرات في الشارع السياسي الأوروبي ذلك الرئيس مليل مقرون يبحث عن طريق حوار استراتيجي جديد أو متجدد مع زعماء المنطقة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمحاولة الاستنجاد بهم لكي يقدموا له وللفضاء الأوروبي دعما لمحاولة تجنب الآثار السلبية لهذه الأزمة الدولية مسألة أمن الطاقة مسألة أساسية اليوم أستاذ مصطفى كما تعلم بسبب تداعيات هذه الحرب في المقام الأول قمة جدة التي جمعت الرئيس الأمريكي وهؤلاء الزعماء أيضا كل هؤلاء الزعماء كانوا في قمة جدة التقى أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية كيف ننظر أيضا إلى هذه التحركات الغربية هل كلها تصب برأيك في نفس الخانة في نفس الموضوع يعني الأولوية الأولى بالنسبة للغرب الآن هو مسألة أمن الطاقة ومحاولة الحصول على بدائل لهذه المسألة نعم مهند عندما نتحدث عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة ومشاركته في قمة خليجية هناك ولقائه بالقيادة السعودية نحن نتحدث عن محور أمريكي خليجي لكن عندما يأتي الزعماء الخليجيين إلى باريس ويلتقون الرئيس منيول مكرون ويناقشونه في هذه القضايا الطاقية الاقتصادية وحتى السياسية والاستراتيجية فهو أيضا محور أوروبي خليجي ذلك نحن الآن أماما لا نقول تنافس المحاور لكن فتح عدة جبهات وعدة إمكانيات أن تلعب دول الخليج دورا إيجابيا لتفادي العالم الغربي الأمريكي والأوروبي من تداعيات هذه الحرب الروسية الأوكرانية التي الكل يقول بأنه بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية الاتصال الهاتفي بين لفروف وبريكن بالرغم من كل هذه المؤشرات الإيجابية الكل يقول بأنها ستدوم وسيتكون لها تداعيات اقتصادية وخيمة على الفضاء الأوروبي إذن هنا الحوار الأوروبي الخليجي عن طريق البوابة الفرنسية لأن لا ننسى مهند أنه كيفما كانت الاتفاقات العملاقة التي يمكن للفرنسيين أن يوقعوها مع الإماراتيين أو السعوديين فهذه أيضا تطال دول الاتحاد الأوروبي لأن فرنسا ليست حرة في تصرفها بهذه الطريقة وهي في هذه الاتفاقات العملاقة يجب أن تعود وترجع إلى المرجعيات الأوروبية إلى بروكسل إلى القيادة الأوروبية لأن ذلك لأن ذلك هي هذه اتفاقات مهيكلة للاقتصاد الأوروبي إذن عندما يحاور الرئيس الفرنسي القيادة الإماراتية والمصرية والسعودية فهو يتحدث بطريقة أو بأخرى باسم دول الاتحاد الأوروبي وكل الإنجازات التي سيتم تحقيقها ستعود بالنفع على أيضا دول الاتحاد الأوروبي أشرت إلى مسألة تنافس المحاور أستاذ مصطفى كيف تنظر برأيك موسكو إلى هذه التحركات الغربية موسكو أيضا تربطها علاقات جيدة جدا مع هذه الدول كيف تنظر موسكو إلى هذه المسألة برأيك نعم يعني موسكو وفلاديمير بوتين في دهائه السياسي يعني منذ زمن طويل هو يلعب على هذه المنافسة وطالما لاتهم دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية بأنها مستعمرة أمريكية وكان دائما يقول أن عليكم الأوروبيون أن تستعيدوا استقلالكم من القرار الأمريكي السياد الأمريكي المتجسد في المنظومة الأطلسية فعندما هو ينظر إلى هذه المحاور فهي تخدم مصلحته لأنه بطريقة أو بأخرى يعي تماما بأن هذه الدول هي تبحث عن مصلحتها ويعني هو يعي تماما أيضا بأن تواجده في منظمة أوبك بلوس بلوس التي يعني عنده الكلمة في طريقة الإنتاج للبيترول أو زيادته أو حجم الزيادة التي يمكن أن نتوقعها ويعي تماما بأن لديه ورقة من يمكن أن يلعبها لكي يفرمل بين قوسين هذه الجهود الأوروبية والأمريكية لمحاولة إيجاد بديل للغاز والنفط الروسي هذه لعبة سياسية دولية يقيمها الرئيس فلاديمير بوتين مع إقامته علاقات جيدة مع الدول الخليجية أيضا لمنعها بين قوسين من الارتماء في أحضان الأوروبيين والأمريكيين والمساهمة في إضعافه بطريقة قوية طيب بالعودة إلى الموقف الفرنسي أستاذ مصطفى في قمة جدة القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي مع زعماء البنطقة الخليج الأردن مصر العراق كان هناك تعبير واضح عن طموحات عن تطلعات هذه الدول عن المخاوف والهواجس التي تشعر بها تجاه بعض الملفات والقضايا فيما تعلق بالجانب الفرنسي ما الذي يمكن لفرنسا أن تقدمه في هذا المجال لهذه الدول برأيها نعم هنا إذا أردت أن تشير إلى الملف الملتهب حاليا والذي وصل إلى خطواته الأخيرة وهو الملف النووي الإيراني نحن الآن أمام مفترق الطرق إما أن نتوصل إلى تفاهم سياسي ديبلوماسي يعني يبعد شبح الانفجار والحرب في المنطقة مع إيران وإما أن نصل إلى الباب المسدود والباب المسدود يعني أن الولايات المتحدة وفرنسا والدول الخليج وإسرائيل المجاورة هم يرفضون تماما أن يتاح لإيران بامتلاك السلاح النووي هذا الرفض الشامل والمشترك هل يمكن أن يتمخذ عن مقاربة عسكرية في حال فشلت الدبلوماسية الحوار السياسي الذي يقيمه حاليا الرئيس الفرنسي إيمانيو الماكرون مع القيادة الإماراتية والقيادة السعودية هو في محاولة الاستثمار في الحل السياسي والتفاهم السياسي وإبعاد شبح المواجهة العسكرية لذلك هو يقول بأن أحسن شيء يمكن أن يقع لهذه المنطقة وهو أن تتدافر الجهود الخليجية والفرنسية والأوروبية لكي تقنع إيران بأن من مصلحتها ومن مصلحة المنطقة ألا نصل إلى الباب المسدود وألا ترغم المجموعة الدولية إلى اللجوء إلى المقاربة العسكرية وهذا هو الحوار السياسي الذي كان على طولة المفاوضات بين الزعيم الإماراتي الرئيس دولة الإمارات وإيمان الماكرو وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإيمان الماكرو الملف الإيراني لأن من الملف الإيراني تتفرى عدة أزمات التوصل إلى تفاهم حول إيران قد يتسبب في انفراج على السحة اللبنانية في خفض حدة التوتر ربما وضع حد للحرب في اليمن في وضع أيضا حد للتوتر في العراق لذلك المعارك حاليا وهي معركة الدبلوماسية في الملف النووي وكل القادة الذين يتوافدون على باريس يناقشون هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي مانيو الماكرو ومعروف على الرئيس مانيو الماكرو أنه لا يريد أن ترغم المجموعة الدولية إلى اللجوء إلى المقاربة العسكرية لحل هذه الأزمة شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى توصى الكاتب والباحث السياسي كان معنا من باريس